اهلا وسهلا بيكم مرة تاني يارب تكونوا كلكم بخير نهاردة هنعمل بطاطس بطريقة مختلفة وسهلة جدا هنشكلها على شكل كور ونحشيها من جوة جبنة او ممكن تحشوها اي حاجة انتو حبنا اتلاقوا المقادير والطريقة بالكامل تحت الفيديو يلا بينا نبتدي دي المكونات اللي هتحتاجوها ببتدي اول حاجة ان انا اسلق البطاطس بسلقها في شوية مية وحط عليهم معلقة ملح انا هنا استعملت تقريبا سبع حبات بطاطس متوسطة بعد اما بسلقها بصفيها وهرسها كويس وبعد كده بضيف عليها الملح والفلفل والزعتر وضفت كمان خضروات مجففة او ممكن تحطوا اي بهارات انتو حبنا حطيت كمان معلقة بابريكا وبعد كده خلطت كل حاجة كويس مع بعض لحد اما كل البهارات اتخلطت مع البطاطس الوصفة دي محتاجين للبطاطس مايكونش فيها اي نوع من سويل فعشان كده احنا مش حطينا عليها اي سويل وبعد اما بتتسلق لازم اتأكد ان انا صفيتها كويس قوي من الماء وده بيكون شكلها بعد اما هرست كل حاجة تاني مع بعض بعد كده ببتدي ااخد تقريبا معلقة كبيرة في ايدي بالشكل ده وكورها على شكل كورة بعد كده بعمل حفرة في النص بالطريقة دي وحط جواها الجبنة انا هنا استعملت جبنة متزرلة نباتي ممكن تستعملوا اي جبنة انتو حبينها او ممكن تحطوا جواها خضار مسلوق بسلة او مشروم او اي حاجة انتو حبينها ورجعت كورتها تاني بالطريقة دي وبالراحة خالص عشان ما تتفكش وده كان شكلها وهوريكو بسرعة واحدة تانية وشكلت كل الكمية بنفس الطريقة بعد كده في طبق منفصل حطيت الدقيق وعليه النشا وضفت عليهم شوية مياه الميا دي لازم تكون بردة علشان النشا يدوب فيها وهقلب كل حاجة كويس لحد ما كل حاجة تدخلط مع بعض وده كان شكل الخليط انا عايزة القوام يبقى شوية لازج بعد كده بحط البطاطس في خليط النشا والضيق واغطيها كلها بالخليط ده ويستحسن في الخطوة دي استعمل الشوكة ومش اداية لان لو مسكتها باداية كل الخليط هيطلع في اداية وبعد ما بغطيها بخليط النشا والضيق بحطها في البقصمات وبرده بالشوكة كده بالراحة خالص ببتدي ان انا اغطي البطاطس بالبقصمات وحاول على قد ما اقدر ان انا ملمسهاش قبل ما اغطيها كلها بالبقصمات لانه الخليط هيطلع معي لو انا لمستها باداية فبحاول على قد ما اقدر ان انا اغطيها الاول بالبقصمات وبعد كده بحط شوية بقصمات في اداية وحرك الكرة بالطريقة دي علشان اتأكد ان كل حتة فيها اتغطت بالبقصمات وده بيكون شكلها بعد ما بتتغطى بالبقصمات وبعد ما بغطي كل كمية البطاطس بالبقصمات اسخن الزيت الزيت لازم يكون سخنة قوي قبل ما ابتدي احمر في البطاطس وبعد كده ببتدي احمر البطاطس في الزيت انا هنا حطيت واحدة علشان تبقى واضحة بالنسبة لكم وعادة البطاطس في المرحلة دي ما بتاخدش اكتر من دقيقة دقيقة واحدة بتكون كافية ان البطاطس تتحمر ولونها بيبقى ده بيفتح وبعد حوالي دقيقة ده بيكون شكلها وبعد كده بحمر كل الكمية بنفس الطريقة وبالهنة والشفة يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم وتقدروا تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم شكرا للمشاهدة لو انتوا قداد في القناة ما تنسوش تشتركوا ولو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير واشوفكم المرة الجاية على خير